استمرار الحرب ضد داعش وتفاقم الأزمة المالية في كردستان العراق جراء حجب بغداد لحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد على مدى العامين الماضيين عرضا أسس وأركان الاقتصاد في الإقليم لهزات عنيفة ألقت بظلالها على مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الاستثمار العقاري الذي يقدر الخبراء خسائره بأكثر من 500 مليون دولار عشرات المشاريع السكنية الاستثمارية في مدن الإقليم ولا سيم العاصمة أربيل كانت قيد الإنجاز قبل بداية الحرب توقف العمل في معظمها بينما أشهرت بعض شركات التطوير العقاري الإفلاس ليدخل القطاع في مشاكل وقضايا قانونية ومالية معقدة من أبرز أسباب انهيار يسار العقارات وحجب حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية والذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للأفراد فضلا عن تداعيات استمرار الحرب ضد داعش واختفاء رؤوس الأموال جراء تراجع الاستثمار وتراجع الطلب على شراء العقارات وكثرة المعروض من العقارات في الأسواق المحلية أما انتعاش هذا السوق فهو مرهون بانتهاء الحرب وزوال التوترات السياسية في منطقة إحصائيات شبه رسمية تفيد بتراجع أسعار الوحدات السكنية والأراضي الزراعية بنسبة تتروح بين 50 إلى 70% خلال النصف الأول من العام الحالي في العام الماضي سجل السوق العقارات تراجع طفيفا لكن الوضع تفاقم في النصف الأول من العام الحالي حيث انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة فاقة 50% بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية رغم أن أسعار المساكن شاهدت خلال الشهرين الماضية نموا طفيفا في المجمعات المكتملة أما المشاريع المعطلة فالأسعار فيها تتجه نحو الانحدار تراجع أسعار العقارات كبد الكثيرين خسائر مالية جسيمة احنا جينا اشترينا الشقة بـ 2013 كانت اشتريناها بـ 65 ألف دولار كان قبل هذه الأوضاع فهالساعة نزلت أسعارها صارت بـ 50 ألف دولار وحسب الأوضاع السياسي ودخول داعش للعراق فاحنا خسرنا بها هالسا وفي ظل غياب حلول آنية للمعضلة فإن العديد من مشاريع الاستثمار العقاري قد تبقى معطلة ربما لأمد طويل أما أصحاب المشاريع في الإقليم فيقولون إن الوحدات السكنية باتت تباع بأسعار تكلفة البناء فقط وأن الأفق لا يزال يخلو من أي بوادر تبشر بانتعاش أسواق العقارات على المدى المنظور هيو عزيز سكاينيوز عربية أربيل ترجمة نانسي قنقر